الجهاز الديني عند الشيعة اللي هو المراجع والعلماء والحوزات أقصد يعني تعرفون أنتوا في الدول السنية عادة يعني عادة وليس مئة بالمئة أن يكون العلماء تابعين للدولة الدولة هي تعين كبار العلماء أو تعين المفتي وتشيل هذا وتحط داك وبالتالي مثلا أئمة المساجد هم تابعين لوزارة الأوقاف فالشيعة ليسوا كذلك عادهم كيان مستقل الجهاز الديني يعني أقصد يعني الجهاز الديني المرجعية المرجعية تكونت وصارتها فلوس يعني قالت بوجوب الخمس وصاروا يأخذون خمس من الناس خمس الأرباح أرباح المكاسب ويعيشون وتكونت يوزعون على الطلبة يوزعون رواتب ويقومون بأعمال خيرية وبأعمال مساعدات من هنا وهناك وأدهم دائما إذا تضخلون على مواقع المراجع أدهم مثلا في الإعلام مالهم أنه إحنا نصرف كذا وكذا بالملايين أنا مرة دخلت على المواقع المرتبطة بالسيد السستاني فحسبت المصاريف ما لاتهم الرواتب اللي وزعوها في كل مكان فتقريبا أدهم ميزانية حوالي 350 مليون دولار سنويا هذا تجيهم أخماس وذكوات وهم يوزعوها بها الصورة اللي يشرحون عنها والمرجعية ليست مؤسسة دينية مثل ما عند السنة بالأزهر أو السعودية أو أي مكان آخر أو تركيا مثلا لا المرجعية مفتوحة شعبية يعني أي واحد يمكن يجي يقول أنا أريد أن أصبح مرجع يروح يدرس ثم يدرس لملة طلبة حوالي يبني لها مدرسة وطلبته يقوم يسألوا لها دعاية يجيبوا له خمس وذكاة ويوزع عليهم وهكذا تدريجيا يصعد مثل أي حزب كيف لو أن واحد يأسس حزب الآن في أي بلاد الحرة مثلا يؤسس حزب جماعة يلتقون وواحد يجمع لجماعة ويطرح فكرة معينة ويكون لأتباع ويجمع فلوس ثم يصعد بالانتخابات ويصير هو مثلا رئيس المرجعية عند الشيعة تقريبا نفس الشيء فلذلك بالنظام الديمقراطي وبالمرجعية اللي هي تقريبا شبه ديمقراطية شبه ديمقراطية هذه فيه تداخل بين المصالح المالدية والمعادلات الاجتماعية والحسابات السياسية أيضا هذه كلها تداخل مع بعض فربما بعض المراجع هو يبحث ويدرس ويصل إلى أنه المهدي مثلا هذا فكرة فرضية كما عنه توصلت إلهان أنا بصدفة بحدث يعني ما كنت طبعا لعلمكم معظم الطلبة في الحوزات الدينية وحتى المراجع يبدأون بدراسة اللغة العربية والفقه والأصول وإذا كلش توسع واحد شوية يدرس في ألم الرجال أو يتعمق في الأصول مثلا ليس كل من يدع المرجعية هو مشتهد في الأصول ولا في الحديث بالفقه يقول مطلع فتاوى فقهية وكلها مكررة ما في شيء جديد يعني ويقول أنا صرت مجتهد في موضوع العقيدة ما يسمى بالعقيدة يعني بالفكر السياسي يعني بنظرية الإمامة ووجود الإمامة الثاني عشر هذه ما تدرس ما تبحث ما تناقش وإذا يمكن واحد يلقي محاضرة فيلقي محاضرة بدون النقاش ما تتمكن أن تتناقشها أو تعد عليها أو تقول له لا واحد ما يتمكن داخل الحفزة يجي الآن يروح للنجف مثلا أو لقوم ويقول والله أنا درست وتوصلت إلى أن المهدي ما موجود أو أن نظرية الإمامة كلها أساسا مصحيحة هذا إما يقاطع أو يضرب أو في جو إرهابي أيضا موجود بالحفزة حقيقة وتقطع عنه الرواتب إذا كان هو ياخذ راتب الحفزة من المراجع الآخرين فتقطع عنه الرواتب ويطرد من الحفزة وإذا كان هو مرجع بعد ما يجيب له أخماس وزكوات يعني ما رجعيته تنهار لأن عامة الشيعة مثلا أو جماعته هو عنده وكلاء مثلا أجبي لكم مثل السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه هذا يعني أنا تربيت يعني في مدرسته منذ صغري منذ كان عمري عشر سنوات أنا كنت يعني في المدرسة حفاظ القرآن الكريم التي أسسها وأنا كاتب العاكتي معه في كتابي عنه كتابي كتابي عنه بعدين السيد محمد الشيرازي لما بحثت أنا موضوع المهدي كنت في إيران في سنة تسعين ألف وتسعين وطبعا أنا فجئت بالنتائج البحث ووجدت أن علماء السابقين يقولون ما عندنا دليل تاريخي على ولادة هذا الإنسان إنما نفترضه افتراضا لأنه إذا ما افترضنا فنظرية الإمامة تنهار وتروح تسقط يعني فلابد أن نفترض حتى تبقى نظرية الإمامة فأنا تعجبت منها الكلام وكنت أبحث وأناقش عدد من أساتذة في قوم وهنا وهناك فذهبت إلى سيد محمد الشيرازي وقلت له وهو بادرني بالحقيقة هو كان أنا كنت في دائرة ضيقة جدا طبعا أبحث وأناقش فهو كان واصل له خبر في زيارة الأخيرة له هو قال لي يعني أشر لي إشارة أنه اللي يتحدث هكذا مواضيع هذا بعد يعني يسقط في المجتمع فأنا التقدت الإشارة جرأت عليه أكثر وهو كان حليم في الحقيقة يعني رجل منتهى الحلم كان يعني والأخلاق طبعا فقلت له يا سيدنا أنت هل يعني درست موضوع لإمام المهدي أنا كنت دارس الموضوع وإذا كان يقول لي أنا دارس كنت أناقشه وأسأله أكثر فهو قال لي لا أنا لم أدرسه قلت له طيب هل طالعت قرأت شيئا عن الموضوع قال نعم أنا لم طالع وفقلت له طيب أنا الآن مسوي البحث ولكن لم أكتبه بعد سوف أذهب وأكتب الكتاب وأجيب لك الكتاب وأعطيني رأيك قل لي هذا الكلام صحيح وغير صحيح بعد سنة سنتين كتبت الكتاب وأرسلته له وأرسلته إلى عدد آخر من أسعتثتي وأصدقائي واللي يعرفهم فهو ما رد علي ورد خمس سنين بعد ما نشرت الكتاب أنا نشرت الكتاب في سنة سبعة وتسعين وهو رد علي بسنة تسعة وتسعين كرات صغير المهدي الإمام المهدي فقط هكذا عنوانه ولم يبحث لم يرود لم يناقش لم يكتب أي شيء ولم يأتي بشيء جديد لكي يثبت الفكرة فأنا كتبت له رسالة قلت له يعني أنت يبدو عليك أنا ما تقدر تتكلم طبعا أعرف ظروفة يعني كان في موقف حرج جدا لا يستطيع أن يتكلم أنا أقسم أكاد لا أقسم ولكن أكاد أقسم أنه بعد ما طلع على كتاب إذا لم يكن قد درس الموضوع من قبل وشاف مختلف الأدلة لأني مستعرضها إما أن يرود يعني إذا كان عندي رد كان رد علي ولم يرود معناته أنه هو يعني يعترف بالحقيقة ولكنه لا يستطيع البوح بها وطبعا آخرين نفس القصة عندي معاهم إذي هم يعني يعني بصراحة يعني سألتهم ولم يجيبوا معناته أنه ما عندهم شي يجاوبوني فسيد كمال حيدري عندما نشرت كتابي نشر كتابا مضادا له برعايته وأحد سلاميديه كتب الكتاب اسمه السيد حسن نذير الحسني وهو قدم له بمقدمة حوالي 50 صفحة وعندما قرأت الكتاب كتبت له الرسالة سيد كمال وألقيتها في اليوتيوب يمكن أو نشرتها بالفيسبوك ذيك الأيام أو أعرف كيف يعني وصلت الرسالة قلت له يعني أنت هاي تبني نظريتك على أحاديث وهي الأحاديث ضعيفة روح أدرس الأحاديث وتكتشف أن أحاديث مختلقة في وقت متأخر وأحاديث ضعيفة لا يمكن أن تبني عقيدة على هكذا أحاديث فسيد كمال عنده صفحة حلوة طبعا سابقا كان جدا يعني موغل بهالأفكار الإمامية والصوفية والأرفانية وكذا ولكنه منفتح يعني عقله منفتح لا يغلق عقله ولم يغلق عقله وهو مستعد وحتى هو قال بصراحة قال أنا يعني منفتح جدا وكنت أؤمن بأفكار لم أعد أؤمن بها والآن أؤمن بأفكار ولا أدري في المستقبل سوف أبقى على هاي الأفكار أو لا وغير رأيه في المستقبل هذا صفة إيجابية يعني واحد يبحث عن الحق وهو ألقى محاضرات سرية وعلنية وقال أنه يعني هاي الأحاديث اللي يجيبوها أحاديث هذه ضعيفة طبعا البعض يناقش في هذه الأحاديث أنه كثيرة وأحاديث متواترة يقول وأحاديث صحيحة هذا كله مصحيح لا الأحاديث صحيحة ولا متواترة ولا يجوز الاعتماد عليها أصلا إثبات شخص وجود إنسان لا يمكن أن نقول قال فلان وقال فلان إنما بالتواتر بالتواتر التاريخي وجود الإنسان التاريخي وليس نجيب روايات فلان التقى به فلان قال كذا فلان قال كذا برغم أنه هاي روايات أن الجماعة اللي أمنوا بها صحيحة أو مصحيحة مثلا أجيب لكم مثل بسيط واحد الإمام الحسن العسكري الحسن بن علي الهادي العسكري هذا إنسان ولد في المدينة وجاء مع أبيه إلى سامراء وتوفي سنة 260 هذا إنسان تاريخي يعني الأدلة على وجوده أي واحد يقرأ التاريخ سواء كان سني أو شيعي أو مسلم أو مسيحي أو يهودي أو بوذي أو ملحد سوف يكتشف أو يعرف هناك شخص اسمه الحسن العسكري ما يحتاج أن نجيب قال فلان وقال فلان بالأحاديث والله قال فلان أن الحسن العسكري موجود لا هذا متواتر يسموه التواتر ليس بحاجة إلى نجيب أحاديث المحمد بن الحسن العسكري الظاهر من التاريخ عدم وجود هذا الإنسان إلا بروايات سرية بطنية ضعيفة أخبار أحاد شخص واحد مثلا عثمان بن سعيد العمري قال والله أنا شفته وعلى تصال به وبعدين انطهى لابنة وابنة طهى للنوبختي والنوبختي طهى إلى الصيمر هذا ما يمكن ابن دين وعقيدة وفكر سياسي على أقوال أشخاص بصورة سرية مشبوهين أو قد يكون دجالين مثلا أدهم منافع مصالح ما يمكن نحن نصدق هؤلاء فهنا موجود الآن كثير من العلماء توقع يعني بالحقيقة هنا كثير من الطلبة والمراجع لا يدرسون عقيدتهم ويأخذون العقيدة بالتقليد مكلدون للشيخ المفيد واحد يكلد الثاني أما من يذهب ويدرس ويجتهد ويبحث فسوف يكتشف المسألة بسهولة لأن العلماء قبل ألف سنة قالوا لا يوجد لدينا دليل تاريخي على ولادته دليل تاريخي معتبر إنما الدليل الأقوى هو يسموه الدليل العقلي وهو دليل افتراضي ليس دليلا شرعيا ولا دليلا معقولا ولا دليلا عقليا حتى هو يسموه دليل عقلي بس هو مو دليل عقلي نعم